موسيقى النشرة الرئيسية تأتي مباشرة من الجزائر دولية لنبكو مشاهدين البداية بأبرز العنوين الرئيس تبون يجدد التزام الجزائر بمرافقة الفلسطينيين لانهاء انقسام وتحقيق العضوية الكاملة في الامم المتحدة يأمل في اجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية السنة الجارية ويواكد عدم تخلي الجزائر عن القضية الصحراوية مهما كان الثمن موسيقى موسيقى سونتراك الجزائرية تعلن عرفة انتاجها من المحروقات على مستوى منذ 12 عاما وتكشف عن ترسيم مشروع الكابل البحري لنقل الكهرباء نحو ايطاليا الاسبوع المقبل موسيقى البرلمان الأوروبي يدن النظام المغربي بفعل توسع انتهاكاته لحقوق الانسان وقمع الصحفيين يطالب بتعليق جميع الاتفاقيات المبرمة مع المملكة على خلفية تفجر فضيحة ماغوغيت موسيقى جماهير حاشدة تشيع جثماني شاهدين بشنين قوات الاحتلال الصيون تشن خملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية اشتية يؤكد انجاز المصالحة الوطنية وتنفيذ اتفاق الجزائر موسيقى منافسة كاسي امم افريقيا للمحليين تدخل مرحلة حسابات تأهل للدور الثاني اداء لافت للمنتخب الموريتاني وفي النشرة ايضا صناعة النحاس تستقطب ضيوف قسنطين الجزائرية موسيقى اهلا بكم من جديد الى تفاصيل في المستهل التوقع رئيسه الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم ارتفاع معدل النمو الاجمالي للاقتصادي الجزائري الى خمسة في المئة بنهاية السنة الجارية رئيس تبون وفي كلمة القاها خلال اشرافه على افتتاح لقائي الحكومة بالولاد بقصر الامم غرب العاصمة الجزائرية كشف عن ارتفاع وارداتي البلاد خارج المحروقات الى سبعة مليارات دولار بنهاية السنة المنقضية بزيادة ثلاثين في المئة بالمقارنة مع المستوى المسجل في الفين وواحد وعشرين مع تجاوز احتياطاتي البلاد من النقد الاجنبي الى ستين مليار دولار هذه سنة هذه الفين تلاتة وعشرين باش نسبة النمو تطلع تزيد تطلع الى فوق خمسة في المئة في الفين وصلنا الى ما يقارب سبعة ملايير خارج المحروقات وانتمنى ان شاء الله باش تضعف اكتر في سنة هذه اللينا فيها بالنسبة لسنة الثلاثة وعشرين تصدير خارج المحروقات ارتفع بثلاثين في المئة ثلاثين فاصل ستة وتتعين في المئة يعني ما يقارب ثلاثين في المئة اليوم احتياط الصرف انتعنا فات ستين مليار دولار بفضل الرجال بفضل عمل بفضل استثمار وبفضل وعي الوطني يعني في ضنف تلت شهر بالتقريب ما يقارب ستمائة 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 وسبعمائة واحدة اقتصادية مجهرية صغيرة متوسطة وكبيرة يعني فتحت وبدت تمارس الناشط انتاحها وخلقت مناصب شغل ما يقارب اثنين وخمسين الف منصب شغل في وقت لكان فيه تقهقر عالمي لاقتصاد العالمي وبخصوصي الاموال المخزنة خارج البنوك وجه رئيس سوى الجزائري ما سمه النداء الاخير لاصحابها للإسراء في إذاعها في حسابات مصرفية باستغلال آلية الصيرفة الإسلامية اليوم جندين اكتر مما مضى لمحاربة الفساد وما تبقى من الفساد وما تبقى من المفسدين وما زالوا بقين ونجعل من هذا العهد ان شاء الله عهد دولة الحق والقانون التي لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن بهذه المناسبة فيه ما زال فيه أموال مكدسة في الأكواب وفي مدفونة وهذه آخر نداء آخر نداء لإخواننا لهذه الأموال هذه مرهاش مستعمالة في الاقتصاد الوطني باش يدخوها في الاقتصاد الوطني أعطينا ألف 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 ضمن باش الأموال هذه ما تجيش تفسد الاقتصاد وتخلق التضخم باش تشارك في التنمية الوطنية ايه وضحها في البنك قلت ريبا ما ريبا افتحنا بنوك إسلامية على صعيد دولي قال رئيس تبونين بعض الأطراف رهنت على فشل القماتية العربية وحاولت منعن عقادها وإثارة المشاكل فيها مجددا تأكيدهم وصلة الجزائر مساعي لمشمل الفلسطينيين الحمد لله القيمة كانت وكان أكبر مناسبة أكبر أكبر نسبة في المشاركة في كل قيمة لفتح وخرجنا الحمد لله بوثيقة تعلم الشم الحقيقي وبالأخص لمشمل الفلسطيني ورانا مواصلين ورانا مواصلين مع الأشقاء الفلسطينيين باش نفوت للمرحلة التانية ثم المرحلة التالية والأخيرة إن شاء الله إذن كانت انتصارات ديبلوماسية كبيرة للجزائر الجزائر نتمنى باش سنة 23 فلسطين تصبح عدو كامل الحقوق في الأمم المتحدة دولة قايمة وفي الملف يالليبي أعرب رئيسه والجزائر عن أمله في إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية السنة الجارية نتمنى احنا كنا نتمنى بينه 22 تكون في حل الشقيقة ليبيا ولكن المتفاعلين المتفاعلين العمور هات تتحرك من طرف المسؤولين الليبيين إن شاء الله نتمنى تكون ليدا كما مثل ما قلت انتخابات الشقيقة ليبيا وتكون في حل يرضي الجميع رئيس تبون جدد تمسك الجزائر بدفاع عن القضية الصحراوية وحق الصحراويين في تقرير مصيرهم ناحية الصحراة الغربية الصحراة الغربية صحراة الغربية قضية مبدئية نحن نعطلنا من أجل تيمور لاس نعطلنا من أجل قمر نعطلنا من أجل هادية نعطلنا كل الأمور فاتت بثلاثة ملف موجود حاليا في الأمم المتحدة في لجنة تصفية لاستعمار من هالي تفصل الأمم المتحدة هذا هو الكلام إذن قضية الصحراة نتخلش عليها أي تمام لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر تستذكر دبلوماسية والجزائرية أحد أهم الانتصارات التي حققتها في مسار الوسطات الدولية ويتعلق الأمر باتفاق 19 جنفي 81 900 الموقع في الجزائر بين إيران والولاية المتحدة الأمريكية والذي وضع حدا لأحد أطول عمليات احتجاز الرهائن حيث تمكن تا دبلوماسية الجزائرية وبنص الاتفاق من تحرير 52 أمريكيا كانوا مختجزين داخل السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية طارا هو أحد المشاهد الراسخة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية قال عنه المسؤولون الأمريكيون حينها إنه يترجم الالتزام الجزائري الملهم بالقيم الإنسانية قبل 42 عاما من اليوم تمكنت الجزائر بفضل وساطتها من تحقيق أحد أهم الانجازات في تاريخ تحرير الرهائن بشكل سلمي وودي والتي باتت تعرف فيما بعد باتفاق الجزائر لتحرير الرهائن الأمريكيين في إيران تاريخ التاسع عشر جنوبي من كل سنة يظل شاهدا على مساهمة الجزائر في الإفراج عن الأمريكيين الاثنين والخمسين المحتجزين من قبل طلبة إيرانيين داخل الصفارة الأمريكية بطهران ذات الرابع نوفمبر 1979 بعد مضي قرابة تسعة أشهر على قيام الثورة الإيرانية حيث دخلت العلاقات الأمريكية الإيرانية في أزمة دبلوماسية لا تزال ارتداداتها حاضرة حتى اليوم رغم تبرير قادة الثورة الإيرانية لهذه الحادثة بأنها جاءت كرد فعل على سماح الإدارة الأمريكية لشه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي بدخول الأراضي الأمريكية لأغراض علاجية ومنح حق اللجوء الأمر الذي تم تفسيره على أنه تخطيط أمريكي واضح لتقويض الثورة وإعادة الحكم فصول حكاية أطول عملية احتجاز للرهائن استمرت 444 يوماً حاولت خلالها واشنطن بكل الطرق الممكن لتحرير رعاياها لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل لتقبل الحكومة الإيرانية الدخولة في مفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة من الحكومة الجزائرية وذلك بطرحها عدد من الشروط لتحرير الدبلوماسيين المحتجزين محطة فارقة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية كان فيها الدور البارز لمجموعة من الدبلوماسيين من خيرة أبناء الجزائر على رأسهم وزير الخارجية الجزائري الأسبق الفقيد محمد الصديق بن يحيى محطة توجت بتوقيع طرفي الأزمة الولايات المتحدة وإرعان على ما أطلق عليه اتفاق الجزائر لحل أزمة الرهائن في التاسع عشر جنب الف وتسعمائة وواحد وثمانين بالجزائر وبذلك تنتهي أطول عملية احتجاز للرهائن في العصر الحديث ويبرز بل يتجسد معها ثقل الدبلوماسية الجزائرية وحنكتها في موريتانيا افتتح اليوم أكبر معرض للمنتجات الجزائرية في العاصمة نوكشوت بمشاركة أكثر من مائة وخمسين شركة جزائرية وأشرف وزير التشارة الجزائرية كاميرزيق على افتتاح طبعتها الخامسة من المعرض الذي يمتد لغاية الرابع والعشرين من جنذي الحالي بحضور شركات تمثل قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والخدمات والهندسة الميكانيكية إلى جنب الطاقة والصناعات الكهربائية والالكترونية تخطط الجزائر لزيادة انتجها من النفط والغاز خلال العام الجري إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما وكشف الرئيس والمدير العام لمجموعة صناتراك توفيق حكار عن ارتفاع صدرات الجزائر من الغاز إلى 56 مليار بيتر مكعب العام الماضي في ذروة أزمة شح الإمدادات العالمية من النفط والغاز الجزائر تكشف عن خطة لرفع انتاجها من المحروقات إلى 200 مليون طن مكافئة النفط خلال العام الجاري ما يرفع الانتاج الإجمالي للبلاد إلى أعلى مساوى لهم منذ 12 عاما الجزائر نهاية العام الجاري الجزائر صدرت 56 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي ارتفاعا من 54 مليار متر مكعب في 2021 وستعزز الانتاج مرة اخرى هذا العام من حقول حديثة التشغيل تحركة داخلية بقيادة اكبر مؤسستين اقتصادية قاريا بالتزامن مع توقيع اول عقود الشراكة والاستثمار في الحقل النفطي والغازي بمجاب قانون المحروقات الجديد مواشرة ترسم لطفرة طاقوية جديدة في الجزائر تعزز من مكانة البلاد كمركز اقليمي للطاقة وامداداتها على المدين المتوسط والبعيد رئيس والمدير العام لمجموعة سونتراك اعلن عن توقيع المجموعة اتفاقات جديدة مع شركة الطاقة الايطالية بشأن امدادات الكهرباء الاسبوع المقبل كما اكد ان الشركة الجزائرية ستوقع صفقتين ومذكرة تفاهم مع ايني بما في ذلك صفقة لماد كابل لنقل الكهرباء الى ايطاليا لتضاف العدة اتفاقيات رئيسة ابرمتها الجزائر مع روما خلال العام الماضي لتعزيز امدادات الطاقة وكانت الجزائر قد كشفت عن وجود عشرة الاف ميجاوات كفائض من انتاجها الكهربائية متاحة لتصديل نحو الدول الجوار واوروبا الجزائر وايطاليا وقعت عدة اتفاقيات رئيسية خلال العام الماضي لتعزيز امدادات الطاقة هناك اتفاقيات اخرى سيتم ابرامها سنوقع سفقتين ومذكرات تفاهم مع ايني بما في ذلك ما يتعلق بكابل لنقل الكهرباء الى ايطاليا في موضوع اخر ادنت المشموعة والمشتركة للصحرائية الغربية في البرلمانية الاوروبي بشدة تدخل الاجنبية الخطيرة للمغرب في العمليات الديمقراطية للاتحاد الاوروبي وادعت المجموعة في بيان الله لمراجعة القرارات والاتفاقيات مع المغرب ذات صلة بالصحراء الغربية المحتلة بما في ذلك لوائح تصويت لجائزة سخروف للحرية الفكر لسنة 2021 التي كانت النشطة الصحراوية السلطناخية في اللائحة النهائية للمرشخين لها اعتمد البرلمان والاوروبي الخميس بالاغلبية الساحقة قرارا يدين نظام المغربي جراء انتهاكاته المتكررة لحقوق الانسان وقمع الحريات وتضمن القرار دعوة دول الاتخاذ الاوروبي الى تعليق تصدير التكنولوجيات الحيوية وانظمات التجسس المستخدمة من قبل نظام المغزن لتضييغ على الصحفيين والنشطاء السياسيين بعدما ارتجت اركانه لفساد اصطلح عليه اسم ماروك جيت البرلمان الاوروبي اثر استفاقته بفضيحة يضع المغرب في مقام غير مقامه المعتاد والحال ان النظام المغربي اضحى مدانا بانتهاكات حقوق الانسان بدل معان على سترها داخل البرلمان الاوروبي الذي وافقت كتله باغلبية صاحقة على ادانة قمع المغرب لصحفيين فصوت لصالحها 356 نائبا من اصل 430 نائبا شاركوا في التصويت تصويت استنكر من خلاله الاشتراكيون والليبراليون ومجموعة المحافظين الاوروبيين والاصلاحيين واليسار بصوت واحد المضايقات القضائية والتجسس وسجن الصحفيين في المغرب المستتر قمعه تحت غطاء للدعاءات والتهم الملفقة لهم منها تهمة الاعتداء الجنسي كالتي يواجهها الصحفي المغربي المسجون عمر الراضي وتسميها مجموعة العمل تابعة للأمم المتحدة بالاعتقالات التعسفية للصحفي وزملائه سليمان الرئيسون وتوفيق بعشرين مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم علنية الجلسة وحجم توبيخ الأوروبي لممارسات السلطات المغربية الخانقة الاسبانية بالتاريخي حيث يحاول الاتحاد الأوروبي عبر إدانات جلسة الخميس نفض يده من شبهات المغرب التي قد تكلفه سمعة مؤسساته ومصداقيتها وعد تنديد الصارخ دعا الاتحاد الدول الأعضاء فيه عبر نفس القرار إلى منع وصول تكنولوجيا المراقبة إلى الرباط بما يتماشى ولوائح الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي حيث التوتر يطبع مجال النظر المتبادل بين الجانبين كل هذا لم يتجرعه النظام المغربي المتتابع وقوعه في حفر تخطيطاته كما طلب نواب في البرلمان الأوروبي بتعليق جميع اتفاقية تعاون المبرمة مع المغرب على خلفية تورطي المخزن في فضائح فساد مدوية داخل الهيئة التشراعياتي الأوروبية في وقت تعهدت المفاوضة الأوروبية للشؤونية الداخلية السويدية إلفا جوهانسون بتقديم حزمة قوانين لردعي الفساد وضمان الشفافية وسد كل الثغرات في الهيئاتية الأوروبية المشتركة بعد شهر على تفجر أكبر فضيحة في تاريخ البرلمان الأوروبي المعروفة إعلاميا بمارو جايت القضية التي أسقطت عديد النواب الأوروبيين بتهمة تلقيهم رشاوى من النظام المغربي يزداد الخناق على الرباط ففي الجلسة العلنية التي عقد طيلة اليومين الماضيين طلب النواب حظر دخول ممثل المغرب للبرلمان وتعليق جميع الاتفاقية المبرمة مع المملكة التي تضم الصحراء الغربية ووضع ترسانة قانونية قادرة على التعامل مع التدخل الأجنبي ومحاولة إفساد أعضاء البرلمان الأوروبي لم يكتفي النواب بذلك بل دعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في حق من فضل مصالحهم الشخصية وسد الثغارات كخطوة أولية موازات مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات يجب تعليق جميع الأعمال المشتركة مع الرباط وإنشاء سلطة عليا للشفافية كما أدعو إلى إنشاء جبهة مشتركة ضد أولئك الذين يسعون إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي ينبغي إنهاء مجموعات أصدقاء البرلمان مع دول ثالثة ومراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب من جانبها تعهدت المفوضة الأوروبية بتقدم حزمة من الإجراءات بهدف مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الردعية والقضائية للبرلمان الأوروبي من خلال إنشاء هيئة للشفافي أفريل المقبل قصد تجنب تكرار سيناريو فضيحة ماروغايت جديدة في حنبر معضو البرلمان الأوروبي السابق والمشتبه الرئيس في فضيحة ماروغايت بير أنطونيو بانزيري اتفاقا مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه مع المحاققين مقابل عقوبة مخففة في خطوة قد تجر أسماء ثقيلة من النظام المغربي وحاشية الملك إلى أروقة التحكيم الدولي من جانبهما دعت كل من مجموعة العملية الوطنية المغربية من أجل فلسطين وجماعة العدل والأحسان في بيان مشترك عقب اجتماع لهم في الرباط إلى رفض تنظيم قمة النقب في المملكة محضرتين من التدعيات الخطيرة للهرولة التطبيعية للنظامي المغربي على السيادة الوطنية واتفقت الهيئة على تشكيل ميزان قوى وطني أوسع بالتشور مع كل والإئتلافات الحقوقية والمدنية لصدم الساعة التطبيع إلى مقتل يدفع النظام المغربي علاقته مع شعبه بسبب طعنات متتالية يغرسها القصر الملكي في ثوابت أبنائه مرات بالدفع بسياسات تنافي إرادة الشعب ومرات أخرى بالخنوع والخضوع لكيان طبعه الغدر وتدمير القريب قبل البعيد أمر تجسد في صمت القصر الملكية إزاء إعلان وزير خارجية الاحتلال الصهيونية احتضان الرباط ما يسمى بقمة النقب 2 مارس المقبل صمت القبور الذي يبديه النظام المغربي قابلته صيحات الشعب الشعب والقوى السياسية والمجتمعية الرافضة للتطبيع بيان مشترك صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وجماعة العدل والإحسان يدعو إلى رفض تنظيم القمة في المغرب محذرا من الإنعكاسات الخطيرة للهرولة التطبيعية لنظام محمد السادس على السيادة الوطنية الهيئتان ذهبت بعيدا حينما أقرت توسيع المشاورات مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والإتلافات الحقوقية والمدنية كافة لخلق ميزان قوى وطني أوسع وأصلب لحماية وتحصين الدولة والمجتمع وبلورة برنامج عمل يحشد الجهد الوطني الموحد للتصدي لهذه الانزلاقات الخطيرة للتطبيع لكن الرفض المغربي لا يبدو أنه سيثني نظام محمد السادس عن خياراته السياسية المتالكة حتى وإن رهن سيادة بلاده وقراره السياسي لدى كيان لن يجني منه سوى الجرم والغدر كيف لا والعامل المشترك بينهما الاحتلال شيع ألف الفلسطينيين ظهر الخميس جثماني الشاهدين أدهم جبارين وأشواد بواقنة في مسقط رأسيهما في مخيم جنين شمال الضفة الغربية موكب تشيعهما انطلق من أمامي المستشفى الحكومي بمسيرة على الأقدام جابت شوارع المدينة قبل أن تتجه نحو مخيم جنين حكومة حكومة كيان الصهيوني تصر على سياساتها في التقتل دون مساءلة أو محاسبة وآخر الضحايا فلسطينيين يلتحقان برقب الشهداء فجر الخميس خلال عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة وباستشهاد جواد فريد حسين بواقنة صاحب الثمانية وخمسين عاما والأسير المحرر أدها محمد باسم جبارين ذي 26 عاما ترتفع حصلة شهداء الفلسطينيين إلى 17 منذ بداية العام الجاري ضمن سيناريوهات إجرامية لم تستثني الأطفال حيث سقط في ميدان الشرف ما لا يقل عن أربعة منهم لحد الآن نادى علي أبوي من الدار من فوق وقل لي انزل في شاب من السشد باب الدار تعال نسحبه نزل تنوية سحبناها تقريبا لحد هنا عندي الكيس هذا اللي هنا بالزف بعد عندي الكيس أنا جهتي لغاد وأبوي جهته لهذه الجهة عشان نحمله سحبنا يعني تقريبا بحوالي أربع متر خمس متر ما سعينا لهي رصاصة جاي لأبوي من هون وطالع من هون ومن سلم من بطش الكيان وغدره فسيطاله الوجه الآخر للعدوان فحملات الاعتقال التعسفية في الضفة الغربية لا تتوقف أمام تصعيد حكومة نتنياه المتطرفة لإجراءاتها العقابية مداهمات واعتقالات لم تكن بمعزل عن مشهد الإجرام الخميس ففي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية طالت حملة الاعتقالات خمسة عشر فلسطينيا ضمنهم صحفي وأسرى محررون بعد مداهمة قوات الاحتلال منازلهم حيث عاتت فيها فسادا وخرابا وأمام تصاعد إجرام المحتل الصهيوني يذهب ملاحظون إلى أن المراهنة على التسوية السياسية مع حكومة الكيان لن تجد نفعا خاصة وأنها وضعت تنويع أشكال العدوان على الفلسطينيين أولوية لها كل هذا يجعل من الرهان على تكثيف المقاومة خيارا مناسبا وهو ما أبرزه استطلاع للرأي أجره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في غزة والظفة الغربية ديسمبر الماضي الذي كشف أن 72% من الفلسطينيين يؤيدون الكفاح المسلح الذي تمارسه عارين الأسود وكتيبة جنين منتصرين بعون الله في سيق ناضي سلاء عرب ممثل والجزائر دائم لدى الأمم المتحدة السفير ندير العرباوي عن رفض الجزائر تدبير العقبية التي يقرها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقيادته العرباوي وفي كلمة ألقاها خلال النقاش بمجلس الأمن خور الوضع في الشرق الأوسط أكد دعم الجزائر المتواصل لدولة فلسطين في سبيل حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة عبر كل الجبهات وفي كافة الاتجاهات تتحرك الجزائر داخل قبة الأمم المتحدة ضمن مساعد لنصرة القضية الفلسطينية بتأكيد مندوبها الدائم أمام أعضاء مجلس الأمن رفض الجزائر للتدابير العقابية التي أقرها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقيادته نعرب عن رفضنا للتدابير العقابية التي أقرتها سلط الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقيادته عقب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية السيد الرئيس لقد تجسد الموقف العربي مجددا فيما يخص القضية الفلسطينية خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر تمثل في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في الحرية وتقليل المصير من منبري مجلس الأمن ترفع الجزائر صوتها عاليا محذرة من عواقب وخيمة لاستفزازات صهيونية متواصلة ضد المقدسات والشعب الفلسطيني على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الوسط سفير الجزائر في الهيئة الأممية لم يتوانى عن تجديد الدعم الثابت لمسع دولة فلسطين لافتكاك العضوية الكاملة في الأمم المتحدة استناداً لقرارة الجمعية العامة ذات الصلاة كما تواصل الجزائر دعمها الثابت لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى دعمها لقرار الجمعية العامة رقم 247-77 الذي طلبت من خلاله رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تصريحات السفير نذير العرباوي تأتي بعد أشهر من دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تشكيل لجنة اتصال وتنسيق عربية لحشد الدعم من أجل تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية من جانبه أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الأربعاء على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية والمضيب اتفاقي الجزائر إلى حيز التنفيذ وتعزيز الصمود المقاومة لابناء الشعب الفلسطيني وقال اشتية إن إنجاز ملف المصالحة يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة الفلسطينية وستعمل الحكومة على توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك محضراً من مغبة استمرار الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة كما أشار إلان الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حقيقية بسبب غياب المساعدات الدولية ومواصلة الاحتلال الاقتطاع من أموال السلطة الفلسطينية شهدت فرنسا الخميس إضربات واحتجاجات واسعة ضد إصلاح إمانوال ماكرون لنظامي التقاعد ما يشكل اختبالاً سياسياً للإلزي وسط توترات اقتصادية واجتماعية تظاهرات حاشدة شملت مختلف المناطق الفرنسية عطلت حركة النقل وخفضت إنتاج الكهرباء وأغلقت مدارس في باريس خميس استثنائي في فرنسا ظهرت بوادره باكراً في قطاع المواصلات وتحديداً القطارات ومتر الأنفاق الشركة الفرنسية للسيكاك الحديد أعلنت عن إلغاء العشرات من الرحالات داخل البلاد وخارجها لقد كان الأمر صعباً للغاية أنا أعيش في الضواحي القطار تأخر بعض الشيء ولكن تأخر المترو دام طويلاً كنت أرغب في اتخاذ الخط رقم 13 ولكن للأسف تم إغلاقه استيقظت أبكار قليلاً من المعتاد هذا أمر مؤكد لأن الخط رقم 12 سيتوقف عند الساعة التاسعة والمصف صباحاً إضرابات لم تقتصر على سائق القطارات في حسب بل تعدت لتشمل قطاعات الطاقة والتعليم ومصاف التكرير ومستودعات التخزين استجابة لدعوة وجهتها النقابات العمالية وجمعيات مدنية احتجاجاً على تغيير نظام التقاعد المتضمن رفع السن التقاعدي إلى 64 عاماً الهدف بالنسبة لنا هو سحب مشروع القانون هذا هذه خطوة أولى سنرى كيف سيكون رد فعل الحكومة إذا لم تستمع إلى العمال المضربين والشعب الفرنسي والمواطنين فستكون هناك خطوة تالية لأول مرة منذ أكثر من عقد توحد النقابات العمالية في فرنسا صفوفها لإنجاح هذه المظاهرات والضغط على الحكومة للتخلي عن هذا الإصلاح الذي جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون باعتباره مشروعاً منصفاً ومسؤولاً في البلدان التي تعرف معدلات أعمار عالية يؤسس فيها لنظام رعاية اجتماعي قوي وعادل يقوم على المساواة بين الأجيال في أوقات يكون عدد المتقاعدين أكبر بكثير من عدد الفئات العاملة وإذا أردتم ميثاقاً عادلاً بين الأجيال فيجب المضي قدماً في هذا الإصلاح يتفق مراقبون على صعوبة توقع ما يمكن أن تأول إليه الاحتجاجات في فرنسا وما إذا كان نطاقها سيتسع على نحو يضطر معه الرئيس ماكرون إلى التراجع سيناريو يضع نهاية لأي خطوة جادة من قبل الرئيس الفرنسي على صعيد برنامجه الإصلاحي في فترة رئاسته الثانية إلى أخبار الشان الآن لكن بعد هذا الفاصل انتهت مباريات الجولة الثانية من المشموعة الثانية لبطولة إفريقيا للمحليين وبدأت حسابات التأهل لدور ربع نهائي بين منتخبات الكونغو الديمقراطية والسينيغال وكوديفوار وأوغندا التي ستكون على موعد مع نهائيات مصغرة في الجولة الثالثة بين عودة روح منتخب وخيبة أمل منتخب آخر خيوط معادلة حجز مقعدية التأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للمحليين تزيد تعقيدا في المجموعة الثانية بعد النتائج المسجلة في هذه الجولة مصرح التاسع عشر مايس ستة وخمسين تسعمائة وألف كان شاهدا على تعادل مخيب ثاني لمنتخب الكونغو الديمقراطية هذه المرة أمام كوديفوار مواجهة انتهت كما بدأت نتيجة لكن حظ المنتخبين في التأهل للدور المقبل تهاوى بعد أن ضيع أشبال كل من أوتيسونغو ماكوندي الكونغولي وسهاليو حيدر الإفواري فرصة خطفي النقاط الثلاث تفادي الحسابات الثيقة لم نقص بعد من المنافسة ربما سنقص بعد اللقاء الثالث سنحضر أمتعتنا لكن ما زلنا هنا دائما حقيقة نقص الفعالية أمر يمكن أن يحدث في كرة قدم نعلم أن الأمر كلفنا غاليا سنواصل عملنا الأمل موجود تنتظرنا مباراة أخرى سنحاول تفادي ارتكاب نفس الأخطاء الخدمة المقدمة من الفيلة والفهود كانت متاحة لأحد منتخبي اللقاء الثاني أغندا والسنغال لكن الواقعية والتدسيد كان إلى جانب رجال المدرب الصربي سردوفيج اللقاء كان متكافئا بين المنتخبين واجهنا المنتخب الإفواري الذي بحث عن الفوز للبقاء في حسابات التأهل لقد قاوموا وهذا هو سبب التعادل المحقق نتائج وترتيب يطلان من عمر السوسباس ويفتحان الحسابات على كل الاحتمالات في هذه المجموعة التي تضع ورقة التأهل جزاء للفائز في النهائية المسغرة بين الكونغو الديمقراطية والسنغال من جهة وأغندا وكوديفار من جهة أخرى ياملو المنتخب الموريتوني في تحقيق مشوار كبير في بطولة أمم إفريقيا للعابين المحليين الجزائر 2022 منتخب المرابطون حقق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل النتائج المميزة التي أهلته ليكون من بين المرشحين لذهب بعيدا في هذه المسابقة بعد مشاركتين مخيبتين في طبعتي 2014 و2018 وخروج من الدور الأول بدون أي نقطة في الرصيدة يدخل المنتخب الموريطاني الجزائر الفينية و22 بنوايا مختلفة تماما هذه المرة استاج كان لعبنا مباراتين ومفزنا فيهم وتحجير كان تحترير الممتاز وإن شاء الله بغينا مباراتين إن شاء الله بدون المشمعات وإن شاء الله نحقوا المطلب النية في أحداث المفاجآة تؤكدها الاستعدادات الجيدة التي أجرها منتخب المرابطون بداية بالجزائر ثم بنوغشطة وختاما بتونسة أجروا خلالها تربوسا تخللت عدة مباراية ودية تحضرية أغلبها ضد منتخبات معنية نية الأخرى بالمشاركة في شان الجزائر ككوديبور والنيجر وكانت كلها لأبناء الصحراء نحضرين عننا نفاجعوا إن شاء الله جمهور المورتاني وإن شاء الله نفاجعوا من البطولة إن شاء الله الوجه المغير للمرابطين في الموسم المنصرم لم يكن وليد الصدفة وإنما نتيجة ثورة قام بها رئيس الاتحادية الموريطاني أحمد ولد يحيا الذي استخدم الموسم الماضي المدربة أمير عبد الذي يملك في رصيده ثلاثة عشر فوزا ستة منها مع المنتخب المحلية بسم الله الرحمن الرحيم طموحنا هو أولا نتأهل الدور الثاني ولماذا إن شاء الله نتأهل للنهاية والفوز باللعب إن شاء الله شفنا نقاط ضعبون نقاط قوتو من أقوى المنتخبات اللي فاتوا شفنا يلعبون إن شاء الله كل المباراة إن شاء الله جايين يكون حقه ثلاثة نقاط والمهم عندنا التأهل إن شاء الله الدور الثاني إن شاء الله المنتخب العربي ومنذ وصوله إلى وهران حيث سيواجه المنتخب الأنغو لمساء الجمعة يلقى كل الترحيب والدعم إلا أنه يطمحه إلى المزيد والحمد لله إن شاء الله كما في بلدنا بلدنا الثاني إن شاء الله نفرحه الشعب الجزائري وشعب الموريطاني إن شاء الله ونحبين جماهير الجزائري إنه يساعدون في المباراة قادمة إن شاء الله دعم الأنصار وحده لن يكفي فالموريطانيون الطامحون لتحقيق مشاركتنا مميزة مطالبون بتوظيف كل الأوراق الرابعة من أجل تجاوزية المنتخب الأنغولي أولا ثم مواكبة وترة لعب المنافسين في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا مالي يشكل سوق النحسين في حي باردو العتيق بوسط مدينة قسنطينة الجزائرية مقصد الكثير من الوفود والمشجعين الذين قدموا إلى مدينة الصخر العتيق بمناسبة منافسات كاس أمم إفريقية للمحليين حيث لا تزال منتجات النحاس المزخرفة بالنقوش تجد من تجذب على نحو خاص السياح الأشانب الحان قسنطينة كثيرة ومتعددة وفي هذه الجولة بمدينة الصخر العتيق ستكتشفون لحنا آخر صوت المطرقة على النحاس في سوق النحاسين القائمة هنا منذ عشرات السنين بقلب المدينة تطربك التقطقات على سبائك النحاس ويروق المتسوقين ضجيج المكان وتأثير النفوس زخارف القطع المتقن تشكيلها ونقشها من السبعينات وانا فيه نخدم نوت سلقيت الشيوخة وهم نعنمونا ودرك على كل حال رانا زيدنا يعنمنا ونادنا ونادنا راهم يخدموا وهذه هي الحرفة قسنطينة نخدموا الفضل نخدموا الدهب نخدموا الحاس هذه الخدمات على أحلى وحنا رانا فيها نخدموا وما حبسناهاش ورانا قاعدين نطوروا فيها كانت بكريزي ودرك على ردينا هذي تاقى قسنطينة هنا الحرفة موروثة عن الأجداد وسرها لا يعرفه إلا أهل تطويع النحاس حتى في أشد شح المادة الأولية وغلاء الأسعار فعشق المهنة لا تعترضه أي صعوبات نظرنا لقينا والدينا قاعدين يخدموا في النحاس نكملنا لها احنا يعرنا فيه ومدى بنا ان شاء الله كما نقولوا احنا ليزيد يحادي يخدم يتعلم صنعه رهي كما نقولوا احنا موفيدة صنعه كما نقولوا احنا يفليد صنعه يتخليك كما نقولوا احنا تكسر وقتك يتماهى النحاس مع سبيكة النحاس فتنصع إليه وتلين بين يديه ليصنع منها ما طاب من أشكال وألوان وألوان جيلا فجيل يواصل النحاسون في قسنطين على هذه الحرفة محافظين على تراث عريقة يصنع تميز المدينة بهذا نسأل المشاهدين لختم النشر الرئيسي نشكركم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة